السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد تحسين. انا النهاردة جايب لكم اه ساعة اسمها او هولر او محبش بتنوط ازاي. ساعة جيرماني تمام? مصنوعة اه في المانيا. اه الساعة دي فيها مش موجودة في اي ساعة. او مش موجودة في الساعات الاعتيادية اللي احنا عارفينها. في الساعات الاوتوماتيك او او الملو الحاجات الميكانيكية اللي احنا عارفين. الساعة دي اولا فيها حاجة اسمها باور ريزيرف اللي هو اه مخزن احتياطي الطاقة. كلنا عارفين ان في الساعات الميكانيكية فيها حاجة اسمها تخزين طاقة. بس عايزي بس احنا نعرف ان الساعة دي مسلا لما بنقرأ في الديسكريبشن او لما بنيجي نقرأ مسلا في الفطورة من البايع او من اي حد. يقولك دي بتخزن طاقة اربعين ساعة او تمانية واربعين ساعة. يعني في الساعة لما بتقلعها من ايدك بتقعد شغالة لمدة تمانية واربعين ساعة. فده بقى فيها اللي هو اسمه اللي هو فيها مؤشر الطاقة. فدي ايه وظيفته? وظيفته انك بتبقى عارف الساعة بتاعتك فضلها قد ايه? عشان تخلص منها الاحتياطي بتاعها. عشان تضطر انك تكوكها او تملاها من الاول وجديد. ازاي الكلام ده? انا هقولك ازاي. ان المؤشر اهو. المؤشر ده وصل اللي دلوقتي على سفر. بمجرد هي بتشتغل بالحاجتين. هي عموما هي اوتوماتيك. اوتوماتيك وفيه الملو. فانا هاملاها. باملاها اهو. احنا دلوقتي كنا عند السفر. اهو. ابتدت تطلع اهي على الواحد بعد كده ابتدت. نص اهي اهي. ابتدى المؤشر يعلى 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 يعلى. اهو. احلى ما فيها ان هي متقسمة لخطوط. خطوط دي انه هي اربعين ساعة. ادي اول خطة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. لما تيجي تقسم اربعين على الخمسة هيبقى في حدود مسلا حوالي مسلا قول عشر ساعات مسلا. قول عشر ساعات او تمن ساعة. يبقى انت كده عرفت انت مسلا كده انت مليت حوالي هتعود لك مسلا حوالي ستتاشر ساعة او تمنتاشر ساعة. بالتكويكة دي او اللي هي الملو دي. لو مليتها تاني. احنا هو دلوقتي اهو عند الاتنين. طلعها عند التلاتة. عاملة زي اللي هو تانك البنزين. وبتملاها هيك. تمام? دي اللي هي فيها الباور ريزيرف انديكاتور. دي اللي هي بتقول لك انت فاضل لك كام احتياطي طاقة في الساعة. عشان تقدر تملاها تاني او تبقى عارف هي رايحة فيها. اه الساعة الساعة البزل بتاعها او الاطار بتاعها سيراميك. حاجة كويسة جدا ونظيفة جدا. اه الساعة اه 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 ضهر بتاعها سكيلتون او شفاف. اه الساعة الحاجة بقى التانية بقى اللي في الساعة دي دي بقى يعني مش كل الناس تعرفها قوي. وفي نفس الوقت مش كل الناس بتركز فيها. الساعة دي اسمها هاكابل. هاكابل يعني الساعة دي لما بتيجي تطلع الكراون ده اللي هو الاكرب لما بتيجي تطلعها عمود الثواني او عقرب الثواني بيقف. طب. ايه? وبتزبط الساعة. لما مسلا تيجي اهو انا هطلعها اهو دلوقتي الثواني اهو المفروض هو طالع على الخمسين. لو جيت طلعت الاكرة هي. وقفت هي عند الخمسين. طب. ولو دخلتها تاني هتشتغل. طب ايه فايدة الموضوع ده? هي فايدة اللي انا اطلع الاكرة العقرب الثواني يقف ادخلها يا عرب الثواني يشتغل. ان انت حضرتك دي طبعا في الساعات العالمية عشان كده انا بكلمك ان الساعة دي مميزة ان في الساعات العالمية ان انت لما بتيجي تطلع الاكرى البرة يقف عشان تاخد اعلى قرية دقيقة للساعة يعني مسلا وهك انت عايز تصبطها على ساعة فبتزبطها على الساعة دي. فانت عايز تصبطها بالسواني كمان. فانت بتستنى مسلا لحد مسلا ما تكون على السواني مسلا وليكن رقم تلاتين وبتروح ميطلع الكراون لبرة او الاكرة وتقط تصبط الساعة معين او ما عرفش ايه تروح تصبطها مسلا وليكن كده وتروح السواني هيشتغل. دي ميزة كويسة جدا 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 في الساعة. الناس ممكن تفتكرها ان هي مسلا حاجة عادية بس صدقني لما انت بتهتم بيها جدا في حتة السواني والدقايق. موضوع بيفرق كتير. الساعة دي بتأخر بالزبط بالزبط تلتاشر سانية في اليوم. انا عملتها اكتر مرة تلتاشر سانية. الساعة ضد المية. مش ضد المية قوي يعني مش ضد المية اللي انت تختص بيها. تختص تختص بيها. اه الساعة اللي هي تنزل بيها عادي اه قضي يعني تتوضى بيها عادي او تغسل وشك كده يعني اللي هي لاستخدام المية العادية. الساعة محترمة جدا اسمها او هولر. اه يعني مش عايز اقول لك حجمها كمان كبير حجمها حوالي اربعة واربعين او تلاتة واربعين. حاجة ضخمة جدا يعني بس ما شاء الله جميلة يعني. اه بس اسمها هولر او فيها دي عجبتني جدا في حيط اول ما اشترتها. كنت مش هامي يعني ايه ايه فايدة المؤشر ده? لحد ما عرفت يعني ايه المؤشر ده? وكمان هنزل فيديو كمان ازاي بيشتغل المؤشر ده? ازاي بيشتغل باور ريزيرف انديكاتور ده? او الباور ريزيرف او اه 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 باور ريماخش او اه باور ريماخش ده بالفرنسيوي او باور ريزيرف بالانجلش او احتياطي الطاقة بالعربية. اللي هو ده. طبعا كل ما تكوكها او كل ما تتملاها كل ما كل ما العقرب ده بيزيد معاك كل ما اتوض معاك اكتر واكتر. بس كده. وشكرا جدا.